موسيقى السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله وأسعد الله وقاتكم بكل خير يا رب دائما تكونوا بألف خير إدايتك خلا نصل على سيدة محمد صلى الله عليه وسلم سأشرح في هذا الفيديو عن حل مشكلة الإعلانات التي تأتي على الجهاز من المتصفحات إذا كنت مستخدم التليفون فجأة يأتيك إعلان من المتصفح كرون أو المتصفح الإنترنت يعني إعلانات بظل متكررة تأتي بشكل دائم سأشعر في هذا الفيديو كيف نلغي هذه الإعلانات ومنعها أنه توصلنا نهائيا على الجهاز شاهد معي الفيديو للنهاية كما رأينا هذا الجهاز ننزل لوحة الإشعارات نرى إعلانات لا نعرف ما مصدرها أو ما كل ما في الأمر ندخل على الإعلانات ننزل إلى تحت ندور الإشعارات كما رأينا ندخلنا على الإشعارات يتلع لي كما رأينا هذه اللوحة مركز الإشعارات كله متصفحات تطبيقات كما رأينا دغطنا على جوجل كروم وتطفينا الإشعار جنبها نرى الآن المواقع والتطبيقات كما رأينا نرى نرى هذا التريند واسمه كما وقفته ننزل إلى ندور وننزل إلى ندور وننزل إلى ندور ونعرف ما موجودة منها إشعارات نروح ونوقفها مثلا متصفح منه هذا الجهاز نفسه متصفح الإنترنت حسب نوع جهازك ونقوم بإمكانك والتطبيقات كلها يعني شير إيد مثلا ما شايفين كمان وذلك من هنا نحن بلوحة الإشعارات يعني قائمة الإشعارات هذه الطريقة كما نجحت معنا نعمل رجوع وننزل على كلمة التطبيقات كما هذه الطريقة الثانية في حالة ذلك كما نجحت ندخل على التطبيقات هم بإعدادات التطبيقات مثلا ما شايفين ندخل على المتصفح المتصفح ندور على كلمة أعدادات متقدمة مثلا ما شايفين هو المانع الإعلانات كان مطفي طبعا إذا كان شغال تطفي هذه تتأكد منها إظهار الإعلانات التخفية مثلا ما شايفين كان شغالة خفيناها نعمل رجوع رجوع ندخل على إدارة التطبيقات من نفس التطبيقات ندخل على إدارة التطبيقات هنا يضع لك تطبيقات للهاتف الأساسية الموجودة بالنظام والتي أنت محملة بشكل عام كل تطبيقات هاتف تكون موجودة هنا تطبيقات يعني إدارة التطبيقات و نعطني إشعارات غير مقابة مثل أهلا كوجل كروم مثلا ما شايفين و ننزل على كمة الإشعارات و نقبل إشعارات و نتطفي قطبيناها أيضا نفس الشيء نكتب على إدارة التطبيقات و ندفع أي موقع موجودة على أخطبيات تطبيقات و تدخل في تواتي هذا الشير إيت يجي منه كثير اشعارات كمان نضخها الى علي بنضغط على الاشعارات من أحفل اشعارات الشير إيت كثير كثير بي يجي منه اشعارات غير مغفو فيها طبعا انت بتدور على باقي التطبيقات اي تطبيقات يجيك منه اشعارات مزعجة من لاقي لما نزلنا الشارع راحت كل الاشعارات ما عاد بيان عنا ولا اشعار انت ما شرحنا بالفيديو انت شرح كتير ان شاء الله بسيط وسهل بس انت اي تطبيق او بيزعجاك كنت عليه وقف اشعاراته لا يجيك انه ولا اشعار هذا كل شيء بخصوص هذا الفيديو انه يكون افادكم هذا الشرح تحياتي الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته